رولز رويس ورانج روفر ومرسيدس وبي ام اسطول عربيات افخم من عربيات الملوك واغلى من عربيات محمد رمضان اللي بيتمنظر بهم طول الوقت ياسين الالفي في مسلسل نعمة الافوكادو الاب الدنيا بعد ظهور عربياته في المسلسل واللي كانت على كل شكله لون وكلها مركات عالمية وبأسعار خيالية لدرجة ان واحدة منهم وصل سعرها 40 مليون جنيه وده اللي خلى كل الناس تسأل هي العربيات دي بتاعت مين وناس تانية تقول هو المنتج اجر كل العربيات دي عشان مشهد واحد بس المفاجأة ان العربيات دي مش متأجرة وكمان بتاعت ممثل واحد بيشارك في المسلسل تعالوا اقول لكم مين الحقيقة ان عربيات ياسين الالفي كان شكلها مستفز جدا وهي مرصوصة جنب بعض كده وخصوصا انها كلها من النوع الغالي جدا العربيات اللي ما بنشوفهاش في الشوارع اصلا وده اللي خلى كله يستغرب وده طبعا لان تمن العربيات اكتر من ميزانية مسلسل نعمة الافوكاتو كله وبعد ما كتر الكلام على العربيات واسئلت الجمهور عن صاحب العربيات دي طلع الفنان عماد زيادة صاحب شخصية ياسين الالفي كشف عن مفاجأة محدش كان يتوقعها عن صاحب اسطول العربيات واللي تصدر الترند على السوشيال ميديا بسبب شياكتها وسعرها الغالي اللي بتنافس ثروة محمد رمضان عماد قال ان العربيات اللي ظهرت معاه في مسلسل نعمة الافوكاتو كلها ملكه هو في الحقيقة وقال انه غني جدا بس ما بيحبش يظهر حياته الشخصية في الاعلام عماد زيادة قال كمان ان المخرج محمد سامي هو اللي اقترح عليه انهم يطلعوا العربيات في المسلسل عشان يقدروا يطلعوا شخصية ياسين الالفي بالغنى ده كله واللي ظهرت فعلا بشكل واضح في عربيات ياسين وكمان الاصر بتاعه ده غير الملايين اللي كان ماشي بيوزها عشان خاطر عيون مي عمر عماد كمان علق على دوره في مسلسل نعمة الافوكاتو وقال عماد كمان علق على دوره في مسلسل نعمة الافوكاتو وقال ان اللي اثر في الجمهور مش العربيات لوحدها ده شخصية وحنية ياسين الالفي وطريقة تعامله مع مي عمر او نعمة اللي بيحبها وكمان بسبب رحمته مع الموظفين بتوعه والحقيقة ان شخصية ياسين كانت فعلا قمة في الجدعانة والطيبة واللي قدر عماد يمثل لنا الدور بشكل ممتاز لدرجة ان فيه ناس لحد دلوقتي مش متخيلة ان فيه حد بالطيبة والحنية دي ياسين كان ظهر بعربياته الرويس رولز ياسين كان ظهر بعربياته الرويس رولز ودي اللي قلبت الدنيا وخلت الجمهور كله يركز مع ياسين خصوصا لما ظهرت علامة العربية وهي برفع اوتوماتيكي وبتختفي اوتوماتيكي والمفاجأة ان العلامة فيها 3400 حجر الموز نقي يعني تمالها الوحد لا يقدر بملايين اما العربية بقى فسعرها بيتراوح بين 700 الف دولار ل 800 الف دولار يعني بيوصل ل40 مليون جنيه مصري وده سعر عربية واحدة من العربيات اللي بيمتلكها عماد زيادة وده طبعا اللي ساب اسئلة كتير عند الجمهور عن صروة عماد انت كمان قلنا رأيك في ظهور عربية وطعمات زيادة في مسلسل نعمة افوكاتو ترجمة نانسي قنقر